اهلا بكم إلى هذا العدد الأخير من نافذة على الرئاسيات رفقناكم فيها منذ انطلاق الحملة الانتخابية بمواضيع سلطة الضوء على التحضيرات للانتخابات الرئاسية على مستوى منذبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمختلف ولاية الوطن وفي الخارج ورصدنا لكم فيها تطلعات المواطنين ولأمالهم وكذا مختلف النشاطات التحسيسية بأهمية هذا الموعد والاستحقاق الرئاسي البداية من ولاية البيض حيث نظمت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات دورة تكوينية لفائدة موظفي وتقني مركز العمليات من أجل التأكد من جاهزيتهم دنيا نوالي بمعايير عالية ودقيقة تجرى محاكاة فعلية للانتخابات بغرفة العمليات بمقر السلطة المستقلة للانتخابات بولاية البيض وهي عبارة تتطابق مع الانتخابات الحقيقية لتنمية شعور الواقفين عليها بالمسؤولية والإجابة عن تساؤلاتهم عرفت عملية التحذيرات محاكاة للعملية الانتخابية وهذا لضمان السيرولة الجيدة للعرس الانتخابي ومدى جهزية العوان المكلفين الموزعين على قاعات العمليات مناقشة جميع الجنوب التقنية المتعلقة بالعملية الانتخابية رقمنات وعصرانة العمليات الانتخابية لإطفاء الشفافية والمستقية العمليات الانتخابية فترة الصمت الانتخابي هي فرصة لمراجعة جاهزية الاستعدادات البشرية والمادية الضرورية والتعرف على جل الخطوات القادمة قاعش حول العملية الانتخابية وكيف تحذيرها من جانبها التقنية إلى غاية الانتهاء من العملية الانتخابية فهمنا على مراحل الانتخابات والتسهيلات على الأمور بصفة عامة وإن شاء الله تكون الأمور ناجحة وإن شاء الله تكون الأمور في أحسن ما يرام التوعية المدنية وتوعية الناخبين ضمن المجموعات يضمن السيرورة الجيدة في اليوم الموعود كما استكملت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية الطارف كفة التحذيرات للسير الحسن للعملية الانتخابية ياسين بوخناف على قدم الوساق يصهر أعراء المندوبية المستقلة للانتخابات لولاية الطارف على وضع اللمسات الأخيرة للتحذير والاستعداد ليوم الانتخاب تم تحذير وسائل النقل الضرورية لليوم الموعود وهو يوم 7 سبتمبر يوم الاقتراع كما تم أيضا إنجاز كل التحذيرات من إطعام إلى غير ذلك من الأمور وتم حشد كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية الكل هنا مجند من إنجاح هذا الموعد الانتخابي وفي قلب الحدث تجهيز كامل لقاعة العمليات نحن كما نشوفه في اللمسات الأخيرة للتنظيم اليوم الاقتراع عن شرحي كل 7 سبتمبر 2024 وهذه على مستوانا كما نشوفه هنا عندنا خالية تقنية لفهم مؤطرين وصهرين توجور ويبقوا ديما كونكتي مع الليزوتر كومين مع الخالية الفرعية التي كانت على مستوى كل بلدية والهدف منها هو الصهر لتنظيم هذه العملية الانتخابية وتكون عمالية انتخابية ناشحة إن شاء الله الشارع هنا بالطرف يعيشوا على وقح الانتخاب الانتخابات هذا واجب لازم ننتخبه على جل الولاد هذا لازم على جل بلادنا لازم ننتخبه لازم نكونوا يد وحدا لازم نكونوا البلاد هذه نكفع لها حنا بطبيعة الحال كمواطنة جزائرية وأفتخر بذلك سأؤدي واجب بالبطنية تجاه الجزائر وهذا لتجسيد حق السوري في الانتخاب بقي إلا القليل على موعد الاقتراع في أجواء توحي بالاستعداد التام لإنجاح هذا العرسي الديمقراطي هذا وكيف تذاعة الجزائر من سطيف برامجها للتقرب من المواطن وتحسيسه بأهمية هذا الموعد الانتخابي سعيد بلونيس كل الوسائط السمعية البصرية ومساحات الأقلام ولوحات المفاتيح تم استخدامها والاستفادة من مزاياها للتعرض للمصاري الانتخابي الرئاسي بكل حيثياته ومجرياته إذاعة الجزائر من سطيف أحد أهم الوسائل التي تم تكيف شبكتها البرامجية لمواكبة الحدث لجواريتها وكونها الصوت الأقرب للمواطن والناخب إذاعة الجزائر من سطيف وكنظيراتها من الإذاعات في الولايات الأخرى أو الإذاعات الموضوعية على مستوى العاصمة بادرت بوضع خارطة عمل متكاملة ومدروسة من خلال تخصيص فريق إعلامي وتقني لتغطية هذا الحدث للنزول إلى الشارع للتقرب من الناخب اللي هو العامل الأهم في هذه العملية السياسية الوطنية أو في هذا العرس الوطني استوديوهات الإذاعة تم تسخيرها لاستقبال كل الفاعلين في العملية الانتخابية سيما رجال القانون وأساتذة الجامعة والأخصائيين وكانت الإذاعة أيضا فضاء للتعبير عن تطلعات الساكنة وأمالها من خلال أنها أتحت لنا الفرصة تواجد في فضاء مثل هذا لكي نعطي التحليل الإعلامي والتحليل الأكاديمي لكل المجريات السياسية وكل المجريات العملية السياسية في الجزائر دورها سابق في الظهور لأن ما تعودنا عليه كأكاديميين هو أن الإذاعة الوطنية لها القدرة على أن تتطرق إلى جميع الأمور التي يحتاج إليها المواطنين في حينها الحدث بالأهمية بما كان مما يستدعي تصغير كل الفضاءات الإعلامية على اختلافها للرقي لمستوى الحدث وإنجاح هذا الاستحقاق المهم وقبل ساعات من انطلاق عملية التصويت يتطلع المواطن في ولاية غلزان إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام من أجل استكمال مصاري التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد أسيا غريب بروح المسؤولية والمواطنة ينتظر المواطن بولاية غلزان يوم السابع من سبتمبر للإدلاء بصوته وعيا بأهمية الموعد الانتخابية ما نقول جاند حيث أنا مهوتا صباحنا هم بكروا ليكولات فوتا وحنا كاشقال مهوتا مش أن الشاب يكون عندها برنامج اختياري أنت الرئيس الذي يساعدك لبرنامج تتعوه وعندك حق الاختيار يتفضل إلى سنة غير اختراع ويصوت بالصوت الإيجابي تتعوه يحافظ على البلاد ويصافظ على البلاد ويصفد بهذا الشاباب اللي راه دروك ويقرروا لها الخير اللي يجيبها حملة تحسيسية وتوعوية نظمتها جمعيات وفواعل المجتمع المدنية صبت في مجملها حول أهمية الانتخاب نتمنى من فئة الشاباب الجزائري اللي هو بكترة نتمنى ويكون عنده حص وطني ويتقرب بالصالة الاختيار يوم 7 سبتمبر من أجل إدلاء بصوته وإعطاء شرعية الانتخابات ولاية غيريزان إن شاء الله تكون من الرائدة كما جرت الانتخابات السابقة إن شاء الله تكون هبة تضامنية من شبان وشابات هذه الولاية بمعظم بلديتها الـ 38 كنا بتوعية الشباب وشيوخ والمواطنين باقتناء يوم 7 سبتمبر هذا وقد تم تخصيص 363 مركز اقتراع وـ 1231 مكتباً أخرى عبر إقليم الولاية من أجل تسهيل عملية التصويت وشارع في ولاية ويرغلا الذي يعلق ومالاً كبيرة على هذه الانتخابات لمواصلة مسار الانجازات يدعو إلى التعبئة الكاملة لكل شرائح المجتمع من أجل ذهب بقوة إلى سندق الاقتراع خالد بن جرينا ما هي إلا ساعات قليلة تفصل على انطلاق الانتخابات الرئاسية بالبلاد المناسبة تعد محطة هامة تتطلب تعبئة فئة المجتمع وحثهم على التصويت نظراً للتحديات التي تنتظر الجزائر في المراحل القادمة نود أن نوجه من هذا المنبر إلى كافة الشعب الجزائري وخاصة سكان أهالي ويرغلا بالتوجه يوم 7 سبتمبر سنة 2024 إلى مراكز الاقتراع وذلك للمشاركة والمساهمة في نجاح هذا العرس السياسي الذي تمر به بلادنا الجزائر الانتخابات عنها سبت لسيد سبتمبر إن شاء الله ندعو المواطنين خاوف نقاع يروحوا ينتخبوا من أجل البلاد البلاد منتصرة تبقى البلاد مستقرة وفي الهنة إن شاء الله نحن نعي ونقدر بأهمية شديدة وقصوى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمشاركة قوية وسنكون يوم 7 سبتمبر 2024 حاضرين بقوة للمشاركة في هذه الاستحقاقات التوجه بقوة نحو صناديق الاختراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي من شأنه المساهمة في تعزيز المصاري الانتخابي وترسيخ الديمقراطية من خلال المشاركة الشعبية الكبيرة ندعو الشعب الجزائري برمته أن يخرج بكل قوة إلى مكاتب الاختراع بشي يمد رسالة قوية بأن الشعب الجزائري مع الدولة الجزائرية مع استقرار المؤسسات الذهاب للصندوق هو الفعل السديد لأنه من خلال ذلك سيقطع طريق أمام المنتهزين يقطع طريق أمام الحاقدين يقطع طريق أمام الحاسدين ويعطي مصداقية للرئيس القادم حتى يستطيع أن يتخذ قراءات جريعة في تنمية هذه البلاد الخروج بقوة يوم السابع من سبتمبر للإدلاء بالواجب الانتخابي هو تأكيد لاستقرار مؤسسات الدولة واستكمال لبناء الجزائر الجديدة المجاهد جموع بوذين واحد ممن صنعوا بطولات وملاحم ثورة نوفمبر المجيدة يستذكر تلك التضحيات ويوصي جلال يوم بالوحدة لمواجهة المتربصين بهذا الوطن المفدى مريم بن عبد الرحمن وهذا رسالة مؤخودة كورث من الأجيال الجزائرية مؤخودة من عند الأجيال تعطوها هي راية الجزائر حاكتها المرأة البسعادية يوم كانت الحرائر مرابطات جنب المجاهدين أثناء ثورة التحرير المباركة ضد الاحتلال الفرنسي أفدتها للوطن إيمانا منها أن يحتفل بها الشعب يوم نيل الاستقلال مخيط من طرف جزائرية مناظلة أقررها من بسعادة أهدية إلا جيش التحرير عندما كنت كاتب في القسمة احتفظت بهم هذا الأعلام وخاصة لعلم هذا واحتفظت بهم والحمد لله هاته الرأية هي الآن أمنة لدى ضابط جيش التحرير الوطني المجاهد جموعي بوذينا ابن منطقة الدوسن كونوا عند حسن ظن الجزائر توحيد الصف توحيد الكلمة ها هو على أبوابنا الأنتخاب الأنتخاب هي بمثابة كل ورقة رصاص الطعن للخاين رصاص الطعن للمرط الدين رصاص الطعن قاتل لمن لا يريد الخير للجزائر نودع المجاهد جموعي بوذينا أصيل خيمة العروش وأحد مجاهدي الولاية السادسة التاريخية وهو يشد بعضده راية الوطن يدعو إلى اللحمة الوطنية والحفاظ على أمانة الشهداء كونوا أبناء الأمير عبدالقادر كونوا أبناء البعمامة يا أبناء لا وطن مغير وطنكم ولا جزائر مغير جزائركم ونختم هذا الفضاء نافذة على الرئاسيات بدعوة أعيان مختلف مناطق الوطن من أجل التجند غدا للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية لرسم صورة مشرفة عن الديمقراطية في بلادنا وقطع الطريق أمام الحاقدين على الانتصارات المتتالية للجزائر في كل المجالات نتمنيين إن شاء الله وأمنيتنا هي أن يحقق وتحقق الجزائر الهدف انتحها بين الدول الصديقة والحبيبة إن شاء الله قبل نقول العدو لأن العدو ما يكون عدو ونحن متصديين ونوقف وقفته رجل واحد كاين ثلاثة مترشحين جزائريين كل واحد يهزو اللي يبغى ديمقراطية كاملة إحنا قلنا ليهم مروحوا للصناديق الصناديق فوتو فوتو خمس بقائق برك ما تعطلكش مدن توتاويني بردن شاغته والاقوانين هولان هولان جميع دون جميع غسم السينة غاها الوان سبعة سبتمبر لازم الدنيا تدو كل فلصناديق يتنتفرتني تتوسيت تغيرت نموك النكا تغيرت نموك الجزائر تغيرت نموك إن شاء الله نمضى عن الجزائر تغيرت نموك ندنو دون الجزائر ومدان الظرف هذا اللي احنا موجودين فيه يحتاج لتعبية الناس كاملة ويحتاج كل وقت على خاطر نتربص بينها ياسر من الغوة المعادية ويخاصر نشاركه بغوة ولاقعت شاب هالشي ويخاصر اليوم نبرهنه في هذه المرحلة عن ذلك اللي نقوله يخاصر التابع الفعل إذن معناها معناها أن هذه الانتخابات يخاصر نشاركه بغوة وبغوة كبيرة المواطنين يعني وعين وعي تام لأهمية لأهمية الانتخابات والفائدة انتحها للوطن وإن شاء الله يعني يكون المشاركة تكون المشاركة قوية كما كانت في كل المناسبات الوطنية والعيان منتع المنطقة أرهم نشطين نشاط كبير لتوعية في محطات الانتخابية لابد من وقفة وتحسيس المواطنين وحث المواطنين والجمعيات والمجتمع المدني يذهب بقوة يوم الاختراع للتعبير عن أرائهم في هذه الاستحقاقات ندعو جميع سكان ولاية غضايا للدهاب والاختراع لأن ذلك يجع علينا بالخير هناك حماس وهو يتزايد مع مرور الوقت في أن هناك إقبال إن شاء الله كبير على صندق الاقتراع الحمد لله البلاد رها ناشطة على أحسن مستوى ونظن ما كانش اللي غيرنا في الولايات في التنمية بمعنها في التابية وشعب كان هذا آخر عدد من نافذة على الرئاسيات السلام عليكم اشتركوا في القناة